مرحبا بكم لنجد مصفة جديدة اليوم نعمل بسكويت محشية بالكراميل أو محشية بالشوكولاتة هو مناسب للكيتو دايت أو لمرضى السكر سهل وسريع جدا الزبدة 100 جرام أو حسب الحاجة الكمية نضحها على حرارة منخفضة جدا الزبدة تكون زبدة طبيعية هي الزبدة من الحليب وليس زيوت مهدرجة أو زيوت نباتية لازم تكون زبدة هذا طعم كراميل هو الطعم الحقيقي للكراميل في فرق بين أنه تبخر الماء من الزبدة على حرارة منخفضة وبين أنه نحرق الزبدة على حرارة عالية هذا الكراميل الأصل أتمنى أنه تجربوه ولو كمية صغيرة ممكن نستخدم الكراميل بديل شيرة القطر للكيتو دايت للحلويات للكيتو دايتو لمرضى السكر ممكن نوضع عليه تحلية نوضع مع تحلية اختياري الوصفة واحد كوب جوز الهند خمسة وسبعين جرام واحد كوب لوزني أو أي نوع مكسرات مية وخمسين جرام وبديل السكر أو التحلية النوع والكمية حسب نظامكم الغذائي بكربونات الصودة معلقة صغيرة أو بكم بودر إذا غير متوفرة هذه كراميل الزبدة ربع كوب 60 جرام هذه اللي احنا عملناها أول شيء عملناها ممكن استغناء عن الكراميل وبنوضع أي نوع دهون أو سوائل بنفس الكمية ولكن هي بتعمل طعيم كتير روعة بديل للفانيلا بيض عدد 2 بنضحن المكونات جيد حتى تتماسك مكونات مع بعض يعني تصبح مثل العجينة من حين لآخر بنقلب المكونات سأوضع جميع المكونات على الشاشة إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة للمكونات يعني من حين لآخر بنقلب المكونات هيك لازم تكون المكونات يعني تكون مثل العجينة متماسكة مع بعض هيك بنعملهم تقريبا 12 القطعة يعني يكونوا الحجم متقارب عبدا أنا عملتهم قطعة كبيرة أنتوا ممكن تعملوها حجم أصغر من هيك يعني بيكون أفضل لو عملتهم أصغر من هيك كمان ممكن نجيب أي كوب أو أي صحن متوفر عنها بنوضعه على ورق الزبدة أو اعملوه بطريقة لأنتوا بتحبوها ممكن تعملوها يدوي بدون ورق الزبدة بدون الصحن ممكن نستقدم الصحن أي أداة متوفرة عنها نشغل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل 160 درجة ماءوية نوضحها بالرف الأوسط المدة 15 دقيقة يجب مراقبتها يختلف من فرن إلى آخر لازم تركبها ممكن تقعد أقل من 15 دقيقة لنحدود 15 دقيقة هان بنعمل الشوكولاتة بنجيب الزبدة أو زيت جوز الهند بحرارة المطبخ و بنوضع معلقة أو أكتر أو اتنين من الكاكاو الخام حسب انتوا كيف تحبوه وبديل السكر النوع والكمية هو اختياري حسب نظامكم الغزائي دائما بنحكي و قليل من الفانيلا و نحرك المكونات جيد و بالزيت زيت جوز الهند نفس الطريقة و نفس الشيء بدل الزبدة بنوضع زيت جوز الهند هان ممكن نوضع معلقتين كاكاو ممكن بديل السكر ستيفي أو أي نوع هو اختياري بنحركهم جيد ممكن أنا حوضعهم من اتنين على بعض ممكن نوضع اتنين و نخلطهم مع بعض عادي حسب زقهم هيك أصبحت جاهزة نتركها حتى تبرد تماما و هذه المكونات إذا انتوا بحاجة إلى المكونات إذا بحاجة إلى التقاط صورة للمكونات هيك أصبحت باردة هي كتير روعة وبسيطة جدا نوضع الشوكولاتة أو الكراميل حسب زقهم ولكن بالكراميل كمان أطيب و أطيب بالكراميل كمان نارب الشوكولاتة أحضر كيف نعملها بالكراميل ممكن نحشيها بالكراميل هذا الكراميل اللي عملنا أول شي هذا بحرارة المطبخ كتير هي روعة نضحها بالفريزر أو المجمد 10 دقائق هيك بعد 10 دقائق نحرك الشوكولاتة دائما تكون بحرارة الغرفة الشوكولاتة تكون و نغطسها و إذا أنتم تكون شوكولاتة أقل خلوه الزبدة تكون سايحة أو شوكولاتة تكون سايحة دخلوها بالمكرويف قليل خمس سواني ممكن نوضع عليها جوز الهند أيضا هو اختياري ولكن طعمها أو شكلها كمان حلو بالأخص لأطفال اللي عندهم السكري كتير يعني منظرها و طعمها كتير هي هو روعة ممكن نوضع الجز هند بالأعلى و نرجحها على المجمد أو اسمه الفريزر بعد البولتان هيك أصبحت جاهزة بعد 10 دقائق هي القطعة كبيرة ممكن نحنا ناكل نصف قطعة أو ربع قطعة ناكل شايفين كيف منظرها كتير روعة بالأخص للأولاد والأطفال المحرومين من أكل الشوكولاتة و محرومين من السكر هي كتير طعمها و شكلها كتير روعة ملاحظة يجب عليكم دائما تتأكد من جميع المكونات تناسب نظامكم الغذائي أو الوضع الصحي لا يوجد وصفة تناسب جميع الأشخاص دائما لازم تتأكدوا من المكونات تناسبكم التخزين لازم يكون بالتلاجة أتمنى تكتب لي رأيكم تحت في التعليقات لأنه رأيكم كتير بيني الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك أتمنى يشتركوا في قناة اليوتيوب اسم القناة شايف نائل منشان يصلكم كل جديد في أمان الله